مرحبا حضرتكم من جديد في رأي عام خلال الفترة الأخيرة تابعنا وشفنا أكتر من مرة منشتات صحف ومواقع إخبارية بيتصدرها عنوان القواء العاملة تحذر الراغبين في العمل بالخارج من إعلانات وظائف وهمية وكانت دايماً أن الوزارة بتحذر من هذه الإعلانات، إعلانات الوظائف الوهمية اللي بيتم الإعلان عنها على مواقع وصفحات الحسابات بتاعت التواصل الاجتماعي مبارح مثلاً وزارة الخارجية، مش وزارة القواء العاملة بس لو وزارة الخارجية قالت في بيان لها أنه لوحظ في الأوانة الأخيرة قيام بعض الشركات والكهنات غير المسؤولة باستغلال رغبة المواطنين الراغبين في العمل بالسلطنة عمان في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية بغرض العمل دون الحصول على عقد موثقة طيب، يعني إزاي أن نحن نعرف هذه الكينات وهذه الشركات وهذه المكاتب التي تقدم عقود عمل وهمية كيف يمكن الحيلولة دون الوقوع في شباك هذه المكاتب؟ هذا سؤالي الأساسي للأستاذ هارون عبد العزيز، مدير إدارة التشغيل الخارجي بوزارة القوى العاملة سؤالي أهلاً وسهلاً وسهلاً سؤالي أهلاً وسهلاً وسهلاً سؤالي أهلاً، هل كترة المكاتب دي والإعلانات الوهمية في الفترة الأخيرة؟ هو في الفترة الأخيرة أنه طبعاً الموضوع الفيسبوك والمواقع المتفاصل الاجتماعي عموماً منتشر على الأمد كثير جداً وأنا معي نموذج على الموبايل لو تحب هذا تشوفه لكن المواطن لازم يبقى حريص على نفسه في الظلة بتنشر المواقع للتواصل الاجتماعي وأي حد ممكن يعمل أي إعلان، أي حد يعمل أي موقع، وبقت متاحة العملية طبعاً، فضل، فضل، الكوى العاملة طبعاً دورها الأساسي على مر العصور رعاية وحماية يعني إيه رعاية وإيه حماية؟ الرعاية بتبدأ من أول ما يجي المواطن يبحث عن فرصة عمل لغاية ما يبدأ ياخد فرصة العمل أو حق اللي هو عاوزه واخد فرصة العمل الحماية بتبدأ برا بعد ما يساكر الرعاية الأول بتبدأ إزاي أنا بعمل لو فيه فرصة عمل عن طريقين، الفرصة العمل هي مؤمنة عن طريقين إما عن طريق الوزارة مباشرة بيجي لنا طلبات من خلال مكاتب العملية لنا تسع مكاتب في الخارج تمانية في الدول العربية ومكتب في إطالي، تمام؟ بيجي لي منهم طلبيات أنا بابتدأ أعلن عنها وموقع الوزارة ديوقتي يعني محدث وفيه قود اللي ممكن يطلبه. بس المطلوب تخش على الموقع وشوف هل موجود فرصة عمل ولا مش موجود. لما بتيجي فرصة عمل من خارج عن طيق ما كتب بتاعتنا أنا بنزلها على السايب بتاع الوزارة تمام. تحت لينكة ما راغي بالعمل بالخارج. يفتح اللينكة بيلاقي اختار الدولة اختار الدولة هيلاقي الاعلان بتاع الدولة. على سبيل المسال في اعلان حاليا من اللي عمل في الكويت في الكويت. نازل على الموقع اطباقه ممردين وخش المواطن يسجل بياناته قدامه طريقين يقم ببنزل الاعلان في الجرائد. أنا بتح الطريقين عشان حاجة. اللي ما يقدر ش يسجل على الموقع يتفضل يجي لي الوزارة يسجل بياناته ويجيب السيفي بتاعته والشهدات الخبرة والشهدات المؤهلات وبقدمها عنده في الشباك يبقى أنا عندي الطريقين. اللي بيعرف يخش يسجل بياناته. تمام؟ أنا بستقبله برضو عندي عصاته بطبعه وطلع اللي اللي أنا عاوزه منه. خلال السنة دي مثلا كم واحد استفاد من هذه الطريقة اللي هو العمل بالخارج عن طريق الوزارة؟ اللي عن طريق الوزارة حاليا هو يعتبر اول اعلان دلوقتي بتاع الكويت لان طبع حتك خارف فترة كورونا كانت متوقفة تدهي الدينة تتحرك الحمد لله يعني لكن في طريق تاني عن طريق شركات الحق العمالة عندي 1410 شركة مرخصين من الوزارة اطلغى منهم. ودهو المسجليين في وزارة القوى العمل. واخد ترخيص من عندي وبدلازم يروح الشركة يلاقي الترخيص متعلق ترخيص تقوى عمل رقم كذا يبقى ده كده مرخص من عندي تمام. 1410 شركة مرخصين اطلغى منهم 360 ووقف منهم 39. يبقى عندك 400 بما يعادل 26% تقريبا خدوا عقاب انه هم توقفوا عن عمل او اطلق. يعني دليل الوزارة شايفة شغلها صح. او ببطل عن المخالفة. او مسلا عامل رجع من الخارج مسافر عن طريق الشركة بجيب الشركة بحسب وقوله انت رجع ليه وما راحش ليه عند صاحب عمل او قاملت له فرصة عمل صحيحة او مصحيحة فبيرجع لي. ام. لو هو دافع فلوس انا برجع له فلوس وفيه امثلة على الكلام ده يحبقى بتكلمه بتكلمه ما فيش مشكلة. ام. ام. لو مسلا موقع تنقدم في الشركة وما لقاش فرصة عمل حقيق. دفع فلوس وما لقاش فرصة عمل حقيق. برضو بجيب الشركة ليه ما وفتروس فرصة العمل وبرجع له فلوس. ام. الفلوس طبعا مقامنة في القانون مش اي فلوس ياخدها. المفروض بياخد اتنين في المية من التعاقد السنة والاولية. مسلا لو مسلا مئة الف ريال وعلي ياخد. اجر السنة كله مئة الف ريال. يبقى بياخد منه الفين ريال. ام. اتنين في المية. ام. ام. مش كده وبس. انا كمان يعني من غير اي حاجة خالص. انا بتابع النشاط شركات الحق العمالة. لان انا برخصها. فواجب عليها كوزارة. من من منطلق الرعاية اللي احنا قلناها في الاول. انا بفتش على شركة الحق العمالة. الدفاتر بتاعتها. مسلا انا رحت اقدم في شركة وديته جواسي. طب انا رحت جهاز تفتيش رحت الشركة. ملقيتش الجهاز ده مش متسجل. بياخد مخالفة. ام. كل ما يخص العمالات الادارية داخل الشركة. بيعتبر مخالفة بالنسبة لي لو ما اتبعش ان فيه سجلات محروف بيسجل فيها. لو هو مش مسجل فيها. ام. بتاعقوبة. العقوبة تراوح بين الفين. ام. وعشر تلات جديد مخالفة الادارية. ام. فيهم خالفات تانية. وليكن مثلا شركة بتزال بدون ترخيص. واحد كده واحد فتح شقة وعمل شكل حق عمالة بدون ترخيص. بيجي لي مثلا وطن رحت الحتة الفلانية لقيت. قال لي هات فلوس ومشارك في كلام انته. ما ابتدت انا اتعامل معاه باخدت منه العوان وكلام منته. بعتت الكلام ده الاموال العامة وكت عمله قضية. العقوبة بتاعتها من شهر لسنة حبس وعشر تلاف دينيه غرامة من عشر لعشرين الف. من شهر لسنة. من شهر لسنة حبس ومن عشر تلاف لعشرين الف غرامة. دي العقوبة الوحيدة اللي مستة بالعقوبة جسمانية اذا بيقول في القانون. اللي بقيت العقوبات كلها تشالك. بس في مكاتب بتاخد عشرات الملايين يعني هو بالنسبة له مش هيهم وال. ما هو لو ثبت الكلام ده ويجال اشتكاله برجع له حق. هنا افروض المواطن عنده ثقافة. الثقافة انا هو فترك حالتين. اعلام في الضريط بيقولك فرصة تعمل حتة الفلانية. يا اما عندي في الوزارة موجودة عصاية تخش وسجل بناتك. طب انتم يعني في الوزارة يعني زي بتقوموا بالتفتيش على هزي المكاتب. عندي حديثة احنا سبعة عشرون محافظة. سبعة عشرون موديتكوا عاملة. تمام؟ في مدريات مثلا ما في هاش شركات كتيرزة مثلا لقصر اصوان فيهم شركة بشركة. تمام؟ برضو الجهاز الجهاز القائم وجهاز التفتيش. في حملات توقيتات معينة وفي حملات دورية. وعندكم سلطة الضبطية القضائية؟ اه اه بياخد سلطة من دوترة العدل. المفاتش بينزم ما ادارش يخش بدون دبطية قضائية. ما ادارش حرر محضر كمان اصلا. فبيخش وبيشوف سجلات الشركة مظبوطة او مش مظبوطة. لا اه مظبوطة خلاص او مظبوطة احكاره محضر بالمخالفة. فاحوال معينة لابا بيكون عندي شقة من عامل معين مثلا جيش تاك روحت الشركة الفنانية وخد مني فلوس ومجنش فرصة عاملة. زي الامثلة موسى العاس حتى تتصل بيهم تتصل بيهم. بيجيلي. بابتدى اجيب ااخد اقوال العامل ومجنع لأقواله بيجيب الشركة. ايه اللي حصل في العامل فلان فلان بيقول للقصة بتاعته. لو هو غلطان وخد منه فرصة عاملة برجع له فلوسه في الحال وقاعد. لسه من يعني من اسبوع او عشر تيات. واحد شافر السعودية مفروض انه هو يعني ميكانيكي مارسيدس فراح الشركة هنالك شغله شغله تاني. العامل نزل. جالي توزارة. اقوالك ايه يا ابني بيقول اقواله كذا كذا امدى على اقوالك بيجيب الشركة. الكلام ده مظبوط يقول لي اه مظبوط. طيب وقا دفع كم كذا تفضل يدي له فلوسه. واحنا عادي. بياخد فلوسه من الشركة. اه واحنا عادي. بالفرض يجيبت شركة مسلا انه مارديش يرجع الفلوس. انا بريد اقوم بدوري برضو. مش معنى كده انا بسيب وقلاص. اقوال دماغ في الحيط ملكش فلوس. لا ما ينفعش. لو ثبت فعلا هو الفلوس. ومصر انه هو الفلوس. وانا مش قادر يجيبها لك اوزارة. كما فيه ناس اقوى مني وذات انتخلي. ببعت الاموال العامة والتفاصيل للحكاية كلها. واقول ما حصل كذا كذا. والتفاصيل كل ده ما حصل. هم بقى بيسترفوا ماشي. جميل جدا. يعني حضراتكم بترقبوا او بتستشوا على مكاتب الحاق الاعمال بالخيار. اكيد. طيب بترقبوا الصفحات اللي بتدعي انها. فيه جهاز اعلامي كامل موجود في الوزارة. على رأسهم الاستاذ عبدالراب خضر. المسؤول عن الجهاز للنحية الاعلامية. بيطلعوا الجراد يوم بيوم. بيشوف الاعلانات لو هي مخالفة بيتطلعها. وبيتاخذ الاجراء اللي. لا مش الجرائب. انا متكلم عن مواقع التواصل اجتماعي. مواقع التواصل اه. طبعا لما بنشوف حاجة بناخدها. اه. على سبيل المثال. اه. اه. رالي الاعلان لو سمحت. اه. 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 منها طبعا الجرايد. منها اعلانات وهمية. ممكن حتى. يعني مسلا واحد بيقول اهو. عامل اعلان. منزل اه. صورة عقد عمل في الكويت. اه. ومنزل بيقول مكتب التمشير العمالي بالكويت يطلب عمالة. وعمل جدول بالعمالة كلها انواع العمالة. اه. والمصيبة بيعرف ايه. مفيش لقاء. المفروض لما يكون فرصة العمل تبقابلني. مسلا اقول لي فرصة العمل ايه هاخد اديك كلام من ده. التحويل على حساب رقم كزر. اه. وعملوا بحساب باسم الكوية العمالة. ولا يمس لبقى ايضا طريقة. اختام مزورة. اختام الكنسولية. اختام الخارجية المصرية. واختام وزارة الكوية العمالة. تمام. موجود. بقى انا عارفين اختام مزورة. لكن ده نازع المواطن اللي عاد هيعرف مين انها موابنة. اه. فاحنا عارفناها ازاي مواطن جيس قدام مواطن ناصح. جيس قدام مواطن ناصح. جيس قدام المواطن. قلت له يا ابن ده الكلام ده غلط. اخدنا الكلام ده كله طبعا. وابعتنا الاب والعم. بقى انا مقدرش اروح الشارع واجيبه منين ده. طب الناس اللي اللي اتنصب عليها. او الناس اللي هي عايزة عندها الرغبة انها تروح تلتحق بالشغل في الخارج. تنصحهم تقول لهم ايه بقى. علشان ما يتنصبش عليهم. والله اقول له في الزمن ده طبعا طرق النصب كتيرة جدا. وسهل ان اي واحد زي قلت الحاضرة كان يعمل حاجة اعلان على فيسبوك او اي موقع تواصل الاجتماعي ويقول بطلوب كذا. قبل ما تشوف فرصة العمل شفتها. احنا موجدين وزارة خش على اي حد في الوزارة هناك الادارة العامة للتشغيل الخارجي. اسأل الفرصة العمل دي حقيقة او مش حقيقة. لان احنا طبعا حتى كمان قبل لو اي شركة بتنزل اعلان شفت الحق عملية بتنزل اعلان. بتيجي تاخد موافقة مني انها تنزل اعلان. مش قبن. اه يعني حتى الاعلان نفسه. الاعلان لو نزل في الجرائد بيجي اخد مني موافقة قبل ما نزله. والطلبية قبل ما بيدي ينفذها اللي هي فرصة عمل بالنسبة للمكتبة الحق العملية او شركة. احنا الناس بتقول انها كاتب لكنها اسمها شركة. قبل ما الشركة بتنفذ طلبية بيجي اعتمدها من عندي الاول عشان يبدأ التنفيذ فيها. والسابع وشرون مدرية ملزمة بيتابعوا الفرصة للعمل دي. مثلا لو يقم مية عقد. هو عمل مثلا منهم تلاتين عقد يبقلو سبعين. سبعين. وبيخصم التلاتين من المية عشان ما يزودش عن المية او يعمل اكتر من المية ينصب بالبق. فالعملية محكومة والجهاز التبتيش قائم بعمله. والمتابعة جارية في كل موافقة. هل التشريعات الحالية يعني رضعة بما يكفي لعدم وقوع ضحايا؟ هو ناحية الرضع طبعا ايام ما كان صدر بقناة 2003 طبعا في تضخم دلوقتي. فالعقوبة المالية مش كافية. يعني مفروض المشرع يعني تساب الموضوع دا يقول مثلا ان تزاد كل سنة مثلا بعشرة في المية. انا مش مشرع بس اقولها سبيل مثالي يعني. فيفضل ان التشريع يبقى ايه متزايد مع التضخم. نصيحة اخيرة لكل من يرغب في العمل في الخارج. التوجه للقوى العاملة في كل احوال سواء عن طريق الوزارة او عن طريق شركة الحق العمل. يسأل على فرصة العمل حقيقية ولا مش حقيقية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ هارون عبدالعزيز مدير ادارة التشغيل الخارجي بوزارة القوى العاملة. لشرفنا ويريت يعني نصائح الاستاذ هارون يعني تكون موضع اعتبار لكل الراغبين في التحاق بالعمل في الخارج. هناخد فاصل وبعد الفاصل نتكلم عن الالعاب الالكترونية القاتلة وخطورتها على الاطفال والمراهقين وكيفية الحد منها. اشتركوا في القناة